خليها اتفق ان في بنات بعطيها مشكلة في الثقة وبالنفسك. فاشتغلي على تلات جواني دول في حياتك. واتحدكي لو سقتك ما زادتشي في نفسك. نحط قبل كل حاجة بحاجة ايجابية. حاجة بسيطة كده. وما تيجي عرفني انت في موت الشغل. ساشيمي. بي تونة. ساشيمي. شكل السوشي. شكل السوشي. باي باي. ماذا؟ لا اعرف. باي باي. توقيت. اشتركوا في القناة. شكل السوشي. شكل السوشي. اشتركوا في القناة. مطلوب مطلوب اجتبه اجتبه مطلوب 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 القطع تباك 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 شكرا تباك تباك خليها اتفقني فيه بنات بعتدتي ان هي عندها مشكلة في الثقة بالنفس يعني بيقولوني شاما انت ازاي بيجيب الثقة دي لنفسك ازاي واسقا من حالك اولا انا شغلت على نفسي كتير جدا عشان اوصل للمرحلة اللي انا فيها دلوقتي شغلت على نفسي جسديا شغلت على نفسي عقليا شغلت على نفسي روحيا انتي لازم تبدأي تحبي نفسك اولا عشان ثقاتك بنفسك تزيد ازاي احب نفسي اولا زي ما ذكرت في الاول او من شوية ان الجسم او انتي ثلاث حاجات روح وجسم وعد لازم تهتمي بالثلاث حاجات دي في نفسك جدا يعني ايه بالنسبة لعقلك شوفي الكرير اللي انتي فيه طوري من نفسك من كريرك لو مش بتحبي الكرير بتاعك اسكب وشوفي حاجة اللي انتي بتحبيها واكبري واعلمي فيها يعني ازاي اكبر وانمو فيها يعني جبي كتب اقري اتصقفي افتح الانترنت اتعلمي اقري اتعلمي اتصقفي خليكي شطرف مجالك ده بالنسبة للعقل لازم طبعا يكون عندك خبرة وشوية معلومات في الجوانب الاخرى من الحياة بصفة عامة يعني منعزلة عن العائلة تاني حاجة بالنسبة لجسمك لو انتي شوية حابة تشدي جسمك حابة تنزلي من وزنك لازم تبدأي تلعبي رياضة مش لازم ان انا اروح الجم وشي حديد في حاجات بسيطة جدا هتعمل تأثير حلو على جسمك انا بالنسبة لي اليوجا من اكتر الحاجات اللي زبطت لي جسمي مع ان قضيت وقت كتير في الجم بشي الحديد وبلعب كارديو بس معرفش يعني اللي حسيت انما بدأت بقى العب يوجا وبعد كلا دخلت مدرسة اليوجا بقيت يوجا تيتشر وبقيت ممارس اليوجا بكل يوم بشكل يومي ما ببطلش اليوجا هي اكتر يعني من اكتر الحاجات اللي بدأت تنحط جسمي وتشد جسمي بشكل صح لان طبعا وقت ما بتلعبي اليوجا انتي بتيبقي معتمدة انتي كأنك في الجم بتشيلي او زين بس انتي بتشيلي وزن جسمك واكتشفت يعني للأسف يا بنات اني لما بدرب بنات انا حاليا انا يوجا تيتشر فبدرب اولاين للطالبات بتوعي فاكتشفت ان هما فاكتشفت ان هما فاكتشفت ان اليوجا قاعدة وتأمل لأ خالص ولما بدأت يعني اشد معاهم في التمارين ان اكتشفت ان هما مش عارفين حتى يشيلوا وزن جسمهم وموقتي اليوجا ودي حاجة صعبة جدا يعني حزنتني جدا اني ازاي انتي عنديك عشرين او تلاتين او اربعين سنة ومش عارفة تشيلي وزن جسمك او حتى خمسين وستين وسبعين وتمانين ازاي مش عارفة تشيلي وزن جسمك فلازم الرياضة دي حاجة اساسية في حياتي بكل يوم من نصف ساعة لخمسة واربعين دقيقة العبي شوية يوجا روحي تمشي تمشي انا بكل يوم لازم الصبح اتمشى اثنين كيلو اه الصبح بدري عشان الشمس بتبقى مش قوية قوي اه ان الجو بيبقى حلو ما بيبقاش في ناس بقعد اسمع اوديو بوكس دي حاجة حلوة ان انا استثمر في وقت ان انا كده بمارس رياضة وبنامي عقلي او بغزي عقلي بمعلومات قيمة او حتى الكتب الاوديو اللي انا بسمحها حاجات روحانية اكتر بتديني متوفيشن وتديني انسبايريشن وبتخليني قادرة ان اكون ابدأ يومي بشكل تمام بالنسبة للروحانيات شوفي انتي ايه الحاجة يعني روحي دي لازم تحبيها فانتي لو بتقولي على نفسك انا قبيحة انا غبية انا فشلة يا ربي الكلام ده يعني يعني الكلمة اللي بتطلعيها من لسانك بتتطبع عليك يعني انتي لو شايفها نفسك مش حلوة انتي فعلا للأسف هتبقي مش حلوة يعني جسمك بيرأكت لتفكيرك يعني جسمك مش بيفهم عقلك سوري يعني بيفهم او بيستجيب بيخلي جسمك يستجيب للكلام اللي انتي بتقوليه لنفسك فانتي لو شايفها نفسك مش حلوة خلاص كل الناس تشوفك مش حلوة يعني انتي بتتكلمي عن نفسك وحش فانتي مستنية الناس تتكلم عنك حلو محدش هياخدك من النار للجنة انتي اللي هتدخلي نفسك الجنة انتي اللي هتبقي شطرة انتي اللي هتقود الناس اللي حواليك تختاري الناس اللي حواليك لو انت شايف نفسك ذكية الناس كلها هتشوفك ذكية بس ما تقول ايش هوي؟ لان في بعض الناس كده بتحسينيها تتفاخر بمعلوماتها بالعكس ده عدم ثقة لانت عشان تكوني انسانة واسقة من نفسك لازم تكوني انسانة قليلة الكلام نادرا لما تتكلمي الناس تستنى لما تسمع صوتك انا باكل السموذي بول هذا مهم جدا هذه المهمة جدا مع البابايا هناك من المهمة لكي انا اضافة للمون لا يعرف ش هده للمون لكن اخضر يفضل الليم هذه المهمة جدا عبارة عن عشيات كلك سوبر فود للعقل لكي تكوني انسانة او بالمناسبة عندي واحدة سحبيتي بتشرب القهوة التركي باللمون لكن هي مش مصرية هي نوسية المهم يا بنات فلازم نشتغل على الثلاث جوانب دول في نفسنا عقلنا وجسمنا وروحنا طيب ازاي يجعل روحنا تكون مبسوطة سعيدة اولا عشان تخدي بالك من روحك لازم تدلعي الطفل اللي جوك كلنا كبنات عندنا كده حتة صغننا جوانا متعلقة بطفولتنا سواء كانت طفولتك حلوة سواء كانت طفولتك وحشة زي انا طفولتي ما كانتش احسن حاجة وبحاول اعواضها يعني بحاول اعمل الحاجات اللي تسعيدني كطفلة يعني الحاجات مثلا ايه الاطفال بيعملوها وانا معرفتش اعملها في السن ده بدأت اعملها لما بروح الجنينة بلعب مع الاطفال بلعب بالمراجيح بتاعتهم بروح البرك اللي فيها اللي هي الاباء بيغضوا اولادهم فيها عشان يلعبوا بدأت ألعب عادي اتنطتي اجري ببسطي خلي استعايدة تكون نبعة من جواكي وصدقيني لما بتكوني انسانة سعيدة ومبسوطة وبتتحكي بتبني حلوة الناس كلها يعني انا فاكرا ان مرة واحدة حدا قال لي يا دكتور انت لما بتتحكي بحس ان الشمس نورت لان انا لما ببقى متضايقة كل الناس بتعرف وبتخاف مني وبتكش اللي واي اعوذوا بالله لكن لما ببقى مبسوطة الدنيا كده تتنور فاللي بيبقى حوالي مبسوطين زي في حلو ان انت تاخد بالك من الطفولة اللي جواكي وتدلعيها والجبلها الحاجات اللي هي بتحبها بس مش بشكل ماسخ مش بشكل اوور يعني انت ما عندكيش غيرك اقوي بنفسك خليكي اعداتك كده خلي بالك من اعداتك عندك كل حاجة على اليوتيوب لسونز تتعلميها عن القنوسة عن الالتيكيت ازاي تبقي واسقة من نفسك المهم ان تكونيها عارفة ايه مشاكلك اكتبيها انا دايما عندي النوت بوك دي بكتفيها كل افكار بكتفيها كل حاجة شايفين تمام بشوف ايه المشاكل هن عندي واقول ازاي اعالجها ازاي ابدأ اعالج المشاكل دي ااا لغة اتعلم لغة جديدة انا هنا في بلك جديد في بلك جديدة ما استسلمتش قلتوا ياه انا لسه هتعلم انا عندي 36 سنة ولسه هتعلم من اول بدية لغة لا انا باخدها كجوي اقول اه الواحد لما بيتعلم لغة جديدة العقل بيبقى اسكى وبيشتغل بشكل اصرع بتحس ان انت سمارت فدايما كده اعملي افجريد لنفسك زي ما بنعمل كل فترة افجريد للسوفت وير كل فترة اسكيب لي ناس من حياتك اسكيب لي حاجات مالهاش لازمة بديك طاقة سلبية ودخلي حيات جديدة في حياتك دايما أعملي عادات صحية التزمي بيها في الأول هتبقى صعبة تلتزمي بيها بعد كده هتبقى فروتيني كليوني كل يوم هتبقى في منطقة البساطة بني أنت تنفيذيها والعادات الصحية البوسيتف دي هي اللي هتجيبك على الطريق الصح تمام؟ بس لازم من جواكي أنت لازم تكوني أعرفة عايزة إيه تحطي خطة وتمشي عليها عشان توصلي للهدف بتاعك يلا بينا نكمل السموزي بول بتاعي فاق اشتغل على الثلاث جواني طول في حياتك كويس جدا وقت حداكي لو سقطك ما زادية شيف نفسك الساعة دلوقتي تقريبا دخل على الحتاشر وانا ما يجدها جوا طبعا السموزي بول ما بيكفيش يعني ما تسموتش يقري بالنسبة دي حاجة كنا زي السوبر فود وقادي جي أخذ بقية يعني منها شوية حلمين وانا باكلها فنبدأ نحضر الفطار بتاعي بقى عصاعة عشر تقريبا في دلوقتي احنا دخلنا على الحتاشر لكي كنت بنقذ هامل بيرت كان له العصفور الصغير دخل جوة البيت ومش عرف يطلع فكان هيموت فنقصته فأخذ مني شوية وقت وبعد ما مسكته اديته القديوة عشان أنزل أنا منع الكراسي لكي لا يوجد سلم وهنا السقف عادي شايفين شايفين الزفعي ازاي حطت الكراسي بكت الموضوع كدا خطر شوية لأيمكنها قصر فبعد ما مسكته أذيته القديوة عشان أنا أنزل طار من أيد قديوة طريت وتطلع تايني عشان المبضل وطلع بارة لبين طاليا بنا نحن تربطника الفطار غالبا مربط الفطار هتبقى فيها بيض أرف القديوة ساعت بحط شيء تانيه بالنهارة عندي سلمون مموت فيه سلمون و سويت سوف أستخدم البنج دي حديد بحط بيبر و دي نيترشن البيت يا جماعة بحب دايما أحطها بحب بطول اليوم أدخد أي سوبر فود فأكلي خضاره و غسليه من الشفاء وحطها في طبق كده سوبر فود سوبر فود سوبر فود سوبر فود سوبر فود سوبر فود بحاول أشرب فينيجر قبل كل وكبة ساعة بنسى سوبر معظم الأوقات بناها كود كافي نحط 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 على أكس وماء حاولوا دايما يا جماعة وانتوا بتاكلوا تحطوا الانتنشن بتاعت الاكل الاكل ده صحي هيفيد جسمكو هيعد عليكو بصحة وجمال ورشاقة الاكل ده مش هيأذيكو ان الاكل ده هينزل يغزي جسمكو يحسن بشرتكو يحسن من شعركو يحسن من ضوفركو فدايما نحطوا الانتنشن قبل كل حاجة بحاجة ايجابية دايما اتأملوا الاكل وانتوا بتاكلوه يعني ما تحاولوش ان انتوا تتفرجوا يعني هي دي عادة انا لسه مش قادية تخلى عنها بحب شوية عاملوا اسكرال على الموبايل او عشان دايما بيبقى وقتي ضيق اشعف كلب هذه جونو مقدبة بش قوية يعني فدايما نحطوا الانتنشن للاكل بتاعتكو نواية حلوة ااااااااااااااا قولوا بنراحة ستمتعوا بالاكل وانتوا بتاكلوا دي من الحاجات الي خليتني انزل وازد ان اكل بشويش. بشرب مية قبل الاكل. دايما بيبقى معايا درينك مع الاكل. و اهم حاجة بعبي الطبق بتاعي خضار. بعبي خضار. بيشبعني بسرعة. هجبتاش ودرك. فبما ان الالمون مالك بتاعي خلاص. فعندي لبن خاديد دسم. فاستخدمته. فده يعتبر بريك فاست برانش. وباجي على الساعة ستة باخد لانش دينر. الوقت الساعة دلوقتي دخل على 12. فهجوع على الساعة ستة كده. فبعتبرها يعني عاشة وغدا مع بعض في نفس الوقت. وبعد كده ما باكلش حاجة. اشوفكم على عشاء. بس. حد اخد العيش بتاعي. هاي بناية الساعة دلوقتي تلاتة ونصف. وبصرحة يعني قاعدة بشتغل على البتق. فقررت ان اعمل حاجة عشبه وصناك خفيف كده. فها عمل شاي معها كراكر. معها اي حاجة تشيز او اي حاجة. حاجة بسيطة كده. حاجة بسيطة كده. نصحتي ليكو ان دايما تربطوا اماكن بالاشياء. يعني مثلا ده مكان الشغل. السرير مكان النوم. فما حاوليش دايما انتي تشتغلي على السرير. اشتغلي دايما على ديسك. بحيث ان انتي اول ما تيجي تزلون دي. عارف ان انت في موض الشغل. فانا بس عشان باكل سناك بسيط. وعندي شغل وعندي شغل. وعندي شغل. فمش هستمتع بالاكل. وانا حاسس ان انا عندي دوش هنا. فسناك خفيف كده مع شاي طبيعي. الهربل تي. ومع سناك كده بسيط. بحيث ان انا انجوي ماي تايم. وانا بشتغل. فما المكان ده بتاع الشغل. والحاجات الخفيفة. لكن لما بياكم باكل في حتة تانية او على الجنب التاني من الترابيزة لاني يجي ترابيسة الاكل. القضة النوم للنوم. اكراه في اماكن. فبتحس ان انتو تخشوا الموت. ولما بتخش الموت بتعملوا الحاجة بشكل قويس. وانا انا بك فيديو عن الانتيني للصباح. فاصية هذه. اقول حاجة. فاوه. وانا استحضرت بنا. وانا استحضرت العشاء. مع ذكر اسبانيول. ذكر اسبانيش. جيدا ماهي لديه اليوم؟ سوشي 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 أول مرة عمله بصراحة فهو أدي كلام من ذكر سأبدأ نجيب سباركليم غوتر سباركليم غوتر مع لاي سوشي غران انا سنجعل الروز 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 موك نخسر الروز قائد موك بس هانا هنشوف المعيار. هنا. هنسيق الرز بقى. يتصفى خالص وحضر بقية المكونات التانية. يلا بينا. المكونات التانية آآ ملح. وفينيجر بتاع اللوز. رايز وسكر. ومعلقة آآ فنيجر عادي فان ما عنديش بنيجر عادي فهاستغلم اللوى القبل ساجر بنيجر. السرز تصفى بنطبخه عادي كالنروس يعني كوباية ونص روس كوباية وروس ونص مياه. شيف ادي. هنحط بقى لبدة. نجيب كوباية ونص ونكبها نحاق. بس هم و ارهام؟ كيف يريد لقى لأبناء؟ كيف نفعل سوسى رايز؟ لا أعني بأمك أي سوش رايز. لا أعني ليس قيلينة، سيكون يحاولي visa. هن تفعه تكيش؟ نعم، يمكنك التكيش مياه تكيش مياه تفعه تكيش مياه، كيث يحضر في Bloody مياه ونص يمكنك أن تأخذ الأخرى تونة أين هي الكاميرا؟ هنا السورة هذه هي الكاميرات الكامير 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 هل لدينا الأفكاد؟ نعم نعم لا كانت تبعية هل تحديثة؟ مالذي تبعي الآن تبعي الآن يشرب الماء سأضعه على نار ماء وستطيعها أبداً الآن سأضعه وستطيعها تنظر هذا لحظة وقت مثلاً كمتصر نعم، هي مثل كمبوستر سكر سكر أولا؟ كوكنات وي جميلة أدي، أدي، هل يحتاج them with white vinegar? طبعا طبعا الطبع 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 طبعا 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 هل تحتاج الملال لديه؟ لديه ملال لديه ماذا يصدر؟ ترميل شعور يشعر جيد ماذا؟ ذهب الوصول دنيا موسيقى أول سوشي رولي في حياتي I feel heat behind me اشتركوا في القناة سوشي رولي في حياتي لكنها تشعر في حياتي لنأخذها على المساعدة أخذها جميلة 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 فقط أخذها الجميلة سيكون جميلة لا أخذها جميلة وهي جميلة حاولت اول مرء اعمل سوشي يا جماعة بحياتي فده انجاز كبير يعني سوشي من الصحي و من الرز و كده ده كان فيديو يوم من اكلي طول اليوم من ايكون الفيديو عجبكو و يكون استمتعته بالمشاهدة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك بالقناة دلوقتي تشتركي بالقناة و تشوف الفيديوهات القديمة اللي انا عملتها لك فيديوه جميلة جدا في الريف البريطاني و الصفر بتاعي انا و قدي و ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام و تتابعوا صوريهاتي على الانستجرام دايما نعمل لكم صوريه حروه و تبس عن الصفر و الهلسي راتي ستايل فاتمنى ان الفيديو كان عجبكو و اكتبو لي اي استرعبين تسألوها في الكومنتات تحت و اشوفكم الفيديو باي باي ماذا panels اتلاعبوي باي 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 مازاليما start